تغلغني وتغلغ الشعب وتغلغ لا جانب خرج الرئيس هادي هذه المرة عن صمته تجاه ما يحدث من فوضى أمنية زادت وطيرتها رغم تواجده في عدن منذ منتصف يونيو الماضي التقاء هادي بقياداته العسكرية والأمنية بدى طبيعيا لمناقشة ضبط حالة الانفلات الأمني الذي يضرب العاصمة المؤقتة والمناطق المجاورة لها لكن اللافتة كان حضور قيادة التحالف العربي وهو ما جعل محللين يرجعون ذلك إلى ارتباط كيانات أمنية وعسكرية بالولاء للإمارات والسعودية اللقاء كان ملحا فعدم استقرار عدن والمناطق المحررة بات محل أنظار العالم الذي وفق خطاب هادي يتابع واقع الأمن فيها واتهم هادي قوى بعينها بالعبث بأمن المحافظات المحررة خدمة لأهداف مشروعي الإنقلاب والإرهاب ظهور عدم التنسير بين الأجهزاء المعنية لا نريد اعتداءات غير مبررة ولا مداهمات غير مستندة للأجراعات القضائية غياب التنسيق بين القوى الأمنية ساهم في انتشار الاغتيالات وهو ما جعل هادي يؤكد على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة أعمال القتل والفوضى سعيا للتفرغ ضد الميليشيا الإنقلابية التي تعد بحسب الشرعية والتحالف ذراعا ميليشيايا لإيران غرفة عمليات أمنية مشتركة بين الحكومة والتحالف كانت النتيجة الأهمة من الرقاء الرئاسي ورغم تشكيك مراقبين بنجاح هذه الغرفة الأمنية في مهمتها لعدم جدية التحالف في دعم السعادة الشرعية إلا أن مقربين من الحكومة يرون أن إعلان هادي عن بدء مرحلة الثواب والعقاب مؤشر إيجابي ربما يصب هذه المرة في صالح أمن الوطن والمواطن مؤشر إيجابي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة